اهلا بكم اللهم صلي وسلم وبارك على اشرف الخلق المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام مباراة الزمالك ونهضة بركان باختصار شديد للغاية الماتش تلعب على ملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب الشقيق الملعب اللي بيتسع الاثناشر الف متفرج فقط الملعب نفسه اساسا تحس ان هو صغير وضايق عن اي ملعب عندنا سواء برج العرب او القاهرة هتلاقي الحوار كبير وعظيم بمشيئة الرحمة عنها الملعب ارضية الملعب نجيل طبيعي 100% جيدة للغاية درجة الحرارة 27 درجة مقوية اسوأ بداية من طرف نادي الزمالك لفنال طوال تاريخه من وجهة نظر الشخصية ايوه اسوأ والله اسوأ بداية شفتها للزمالك من فترة كبيرة في الفنال احب اقولك اه احنا ما بنوصلش نهايات كتير ولكن البداية كانت بتخلي كل جمهور الزمالك انا واحد من الجمهور قلت والله العظيم يا رب النتيجة ما تفتحش لان البطولة كان وارد بنسبة 100% تخلص في الشوط الاول بعد الهدف الاول وضربة الجزاء على حسام عبد المجيد والهدف الاول انا عايز اقولك ان بركان ما عملش اي حاجة وعايز اقولك انه فريق هش وملوش اي 30 لازمة احنا اللي مش حلوين احب اقولك بعد الهدف التاني الزمالك اساسا كان مسك كرة وبدأ يمسك كرة والفريق ما عملش اي هجمات نهائيا فول على فتوح عند الكورنل والاوفر والهدف التاني لبركان وفي اول نص ساعة والعملية ممكن توصل 3 اربعة كعادة نادي الزمالك لما بيفتح خلاص خلاص وارد جدا الماتش والبطولة كانت انتهت النهاردة انا قاعد بين الشوطين وتحديدا بعد هجمة الاوفر من فتوح وكورة سيف الدين الجزيري قاعد بقول يا رب لو احنا مش هنسجل ما يجيش فينا جوال تاني اتنين صفر بالنسبالي في امل بصيص في القاهرة الموضوع كان هيبقى صعب لعيبة بركان ولعيبة نهضة بركان تحديدا انا اول مرة اشوف الزمالك في بداياته مع دوم الثقة ومهزوز بالشكل ده اول مرة اشوف الزمالك بيبدأ في نال قاري بالطريقة دي سبحان الله وفي حاجة كمان اسم الزمالك اسم الزمالك لوحده تاريخ اسم الزمالك تاريخ الزمالك الغير مفهوم على الاطلاق سبحان الله رجع للماتش رجع للماتش وفنش هو الاكثر حظة من وجهة نظر الشخصية عموما مش هنسبق لاحداث ولازم ان تبقى فاهم حاجة مهمة للغاية بعد الشوط الاول تحديدا انا قلت خلاص بنسبة 100% البطولة ممكن تضيع من الزمالك كان كل املي في هدف واحد بس والله كان كل املي في هدف واحد بس وبعد الهدف ده وانا اقعد اسمع الماتش مع كل الناس اخواتي كلهم عايزين التاني انا مش عايز تاني بس مش عايز يجي فيها التالت اتنين واحد بالنسبة لنا نتيجة افضل مليون مرة مليون مرة من 2019 امام بركان هناك لما خسرنا بهدف وجينا هنا سجلنا هدف كان هدف التعادل بالنسبة لنا من ضرب الجزاء وقتها محمود علاء احب اقولك كان هدف التعادل وقتها انما دلوقتي انت بتلعب ماتش مع نهضة بركان في استاد الكاهرة مش هو تيم 2019 والزمالك المفترض المفترض الزمالك الفريق اللي واخد القاب قرية محترمة ودورة ابطال خمس القاب واخد كأس السوبر افريقي واخد بطولات قرية المفترض الزمالك يبقى على عكس ما انا شفته النهاردة المفترض الزمالك في الملعب اتقل لعيبة بركان داخل المستطيل من وجهة نظر الشخصية بعد الهدف التاني ولوقع المستمر هو ده اللد الزمالك وخلى الزمالك يبدأ يفوق هم ليه بيعملوا كده ده كاسبين اتنين وانا خايف من التالت بيقع ليه اه ده الناس دي خايفة مننا بدأ الزمالك يدخل في الجيم واحدة واحدة واللهم لك الحمد هدف اول الشوت التاني بعد اوفر من زيزو وكورة الجزيرة احب اقولك ده توفيق ربنا فقط لاخير لا هي كورة هدف ولا وارد كتيجي هدف ولا الزمالك ضيع الشوت التاني لو هنحسب كورة زيزو اللي ضايحها جنب العرضة ولكنا كورة خطر وبعد الهدف كمان هم رحوا كورة في السكس يارضة وعواد صدها واللهم لك الحمد ان هي جت في اتجاه عواد في نص الجنيه اعتبر فاحنا دلوقتي اتنين واحد اتنين واحد والماتش كان في المغرب وماتش كان عصيب عندنا بقى احنا لما نيجي القاهرة وقبل ما اقولك القاهرة لازم اقولك ان سيف الدين الجزيري شابوه للجزيري مهاجم محترم بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل مهاجم فعلا فعلا رجل الموادشات والمواعيد الكبيرة من وجهة نظر الشخصية شابوه سيف الدين الجزيري ياخد حقه زي ما كنا بننتقده دايما وعندنا محمد شحطة محمد شحطة امكن من الصفقات المعدودة داخل تيم نادي الزمالك اللي طاليك بالتيشرت وطاليك بن فنلا من وجهة نظر الشخصية شابوه محمد شحطة ان شاء الله هيفيد نادي الزمالك واهم حاجة بالنسبة لي انه جاي اساسا من فريق مغمور ومش كده كمان لا هو اساسا لعب صغير هيفيد الزمالك خمس ست سبع اعوام بمشيئة رحمن اهم حاجة الغرور وربنا يبعد عنه كل الاصابات ان شاء الله باذن الله الماتش الجاي عندنا في القاهرة اتنين واحد بالنسبة لنا مفيدة للغاية عكس ما هم كان سجله التالت كنا محتاجين هنا في القاهرة اتنين صفر مع الفريق اللي بيضيع وقت ويعع عكس اتنين صفر في الشوت الاول اللي هيكت اقصت موحي انا شخصيا ما كنتش عشمان في هدف لان انا كنت خايف من التالت والرابع وان البطولة تخلص هناك وماتش القاهرة ما يبقاش له اي تلاتين لازمة على الاطلاق فبالنسبة لي اتنين واحد دي حاجة خرافية هدف الجزيرة هو هدف اللقاب افضل مليون مرة من واحد صفر افضل مليون مرة من واحد صفر كأن خرقت صفر صفر تقول ازاي ايوة لما انت بتلعب برق ارضك وتحافظ على التعادل بتيجي هنا تكسب باي نتيجة يا عم تعالى اكسب باي نتيجة واحد صفر في اي دقيقة ان شاء الله بمشاعة الرحمنة وانا واثق ان الموضوع هيختلف مع حضور الجماهيري في استاد القاهرة 85 الف متفرج على الورق 120 الف متفرج بمشاعة الرحمن او الربع ساعة بمشاعة الرحمن نفنش الهدف علشان نشوف الدنيا رايحة لفين لان الموضوع بالنسبة لنا مش عايزينه يتطور ان شاء الله باذن الله نجيب الهدف الاول ونقمن بالتاني وان شاء الله لملاء التالت علشان نرتاح كلنا ببطولة قرية وتنقلنا لبطولة قرية تانية بمشاعة الرحمن الصبر الافريكي واتمنى ان شاء الله نلعب الصبر الافريكي مع النادي الاهل العظيم بمشاعة الرحمن ويكون الاهل والزمالك مسيطرين على قارة افريكا باكملها بعون الله عموما عندنا في القاهرة عندنا القدرة جمهور نادي الزمالك العظيم لو فتحونا عشر استادات جنب بعض هنملاهم بالساعة الكاملة ملحمة في كل زمان ومكان من جمهورنا العظيم ان شاء الله بعون الله اأمل بمشاعة الرحمن ان الماتش الجاي الزمالك يبدأ بداية كويسة بمشاعة الله الموضوع مش بعيد الموضوع في ايدينا وانهينا الماتش احنا الاقصر حظا بنسبة 90% هدف واحد فقط وبركان مش هو الفريق اللي يخض احنا اللي وحشين والله العظيم ندوس بمشاعة الله مع بداية تشكيل كويسة من جميز ان شاء الله بإذن الله مع رقم واحد جمهور نادي الزمالك العظيم والعريكة ان شاء الله بإذن الله قادرون قادرون على تخط الصعابة الموضوع بالنسبة لي انا شخصيا واصق من البطولة القرية البطولة ما ينفعش اضيع يا شباب البطولة ما ينفعش اضيع ما ينفعش نطلع من الموسم بصفر لازم ان ناخد البطولة دي البطولة مهمة للغاية 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 من وجهة نظر الشخصية هتنجلنا في حتة تانية بمشيئة الله الكونفدرالية هنضمن نلعب السنة الجاية على الاقل مع فكرة الدوري وعندنا اول الدور الاول هناخد منه دور الابطال وهناخد كأس الكونفدرالية هتضمن البطولة القرية على كأس الكونفدرالية على اقل تقدير مبدأ هتروح لبطولة قرية تانية تلعب بطولة قرية هتعلي من تصنيفك وليما لا تفوز بالسوبر تبقى اخدت اتنين بطولة قرية هذا الموسم الموضوع ان شاء الله باذن الله في ايدينا ومش بعيد بمشيئة الرحمن تحية الحياة اذا كانت جوارك زمالك عظيم النهر لا يغير مجراء والتاريخ لا يغير مصاره والكل لازم يعرف ايمة الزمالك ومجداره دمتم في امان الله